يفضل البنج النصفي عن البنج الكلي في العمليات القيصارية تحديد نوع التخدير يحدده الطبيب المعالج حسب الوضع الصحي للحالة نبن نوضح ليش دكاتر التخدير دي ما ينصح سيدات الحوامل بأنهم يتجهوا للتخدير النصفي أو أنه الدكتور يقولها بالله رجاء التخدير النصفي أفضل لحالتك طبعا ليش؟ أولا تخدير نصفي في عدة مزايا أول حاجة المزايا بتاعها هذه ستكون للأم قبل حتى الجنين حدوية دكتورة زي شنو مثلا وشن هي الحاجات المفيدة في التخدير النصفي التخدير النصفي كويس للمرأة الحامل أو سيدة اللي خاشة لعملية قيصرية بأنه أولا لو هي عندها مشاكل في التنفس أو عندها حساسية صدر ما يأترش عن موضوع هذا ثاني حاجة لو عندها مشاكل أيضا في القلب أو عندها مشاكل في الضغط أيضا التخدير النصفي ما يأترش عن موضوع هذا ثاني حاجة التخدير النصفي من مزاياه أنه خلال العملية نفسها القيصرية يقلل أو يمنع أن يصير نزيف في الرحم يعني التخدير النصفي نادر ما يصلنا معه حالات اللي نستخدم معهم تخدير النصفي أنهم يخشوا فيه نزيف أثناء العملية أو غيرها لأنه يساعد فيه انقباض الرحم أيضا التخدير النصفي البابي طبعا حين لما دكاترة يدروا تخدير نصفي دكاترة النساء يخدموا براحتهم ليش؟ لأنه أريدي ما يصلش تخدير النصفي أو المخدر هذا ما يصلش للجنين فالعيل ما نخافش عليه يعني البابي هنا مش هيطلع لفلاسد أو بيطلع مرخي أو ممكن يأتر على التنفس السمتاع فبيطلع البابي يعني أموره تمام ثاني حاجة لأم أصلا أثناء التخدير النصفي حتسمع كل شيء في العملية لنبي نوضح نقطة مهمة فيها اللي بقول لا والله لما أنت يدروا لك تخدير نصفي ممكن تشوفي الدم أو ممكن تشوفي روحك وتشوفي نفسك أنهما كيف يفتحوا فيك أو غيرها أو أنها تحسي بالتنميل أو غيرها طبعا إحنا أثناء العملية القيصرية دي ما نحطه في ستارة هذه طبعا من الأخلاقيات متاع المهنة متاعنا نحطه في ستارة بحيث أن الحالة ما تشوفش أي حاجة خلال العملية لكن أن هي بعد ما نطلع البابي تسمع صوت البابي اللي هو أحلى الصوت هي ممكن تسمع في هذه اللحظة تسمع صوت البابي متاحة وممكن حتى نوروها البابي متاحة فهذه اللحظة بروحها كويسة للأم نفسها أن هي تشوف البابي متاحة حتى لو كانت أنها تحت عملية قيصرية ثاني حاجة احنا طبعا في التخدير النصفي نفضلوا فيه ليش طبعا مرض سيد الحامل بعد التخدير فيه لي تخش في دوخة أو غيرها في التخدير النصفي الموضعها هي ما تواجهناش على خاطر هيك دي ما ننصح السيدات بعد التخدير النصفي إن هي تقعد راقدة ما تحاولش إن هي دي مراسة يعني تقعد راقدة مسطحة بدون حتى مخدة ليش؟ لأن مرات يدير قصة الصداع فننصح السيدة بعد الولادة وبعد العملية القيصرية إن هي تاخد المنبهات اللي فيها كافاين زي القهوة أو الشاهي أو غيرها هذه كويسة بإن هي ترفع طبعا معدل تركيز وغيرها وتنقص من الصداع اللي ممكن يصير من التخدير النصفي بتقولي دكتورة باه ليش يصير معنا الصداع في التخدير النصفي مرات مش في معظم الحالات يعني حالات بسيطة يعني أن يصير معاهم لأن مرات خلال عملية التخدير نفسه وإدخال الحقنة يطلع كمية بسيطة من السائل النخاعي نفسه هذا متاع النخاع فهبوت شوية في السائل هذا ممكن يؤدي إلى الصداع عند الحالة هذه طبعا بنوضح في هلبة للأسف سيدات ويقولك والله لما يدروا لك تخدير نصفي راهوا الإبرة بيرشقوها في عظامك راهوا بيفترشولك لعظام راهوا بعدين بيجيك الدسك بعد تخدير هذا أو بعد العملية هذه طبعا حتى هذا مفهوم خاطئ لأن الإبرة هذه طبعا قبل ما حتى دكاتر التخدير يعطوها يعطوا تخدير موضعي يعني فوق ما هو بيخدر نصفي بيخدر موضعي يعني الدكتور بيخدر المنطقة من الجلد بالتخدير موضعي بالليد وكيين أو الزيل وكيين بعدين بيخش بإبرة التخدير النصفي وإبرة التخدير النصفي هي في حداتها أرج حتى من الكانيولا الإبرة اللي حين أخذوا فيها المحليل في الوريد فهي الإبرة يعني رقيقة جدا وما فيش منها أي ألم وما تخشش في العظام يعني زي من الأسف هلبة سيدات واخدين مفهوم هذا غلط ولا لها أي تأثير لكن طبعا الدكتور هو اللي قرر لو الحالة اللي قدامها تحتاج تخدير نصفي أو تخدير كامل طبعا واحدة مميزات أيضا التخدير النصفي إنه هو يقعد معاك لمدة ثلاثة أو حتى حوالي أربع ساعات كيف يعني؟ يعني هو التخدير نفسه يعني خلال العملية خلي نقوله خذي ساعة بعدها بساعتين ثلاثة حيقعد معاك شوية مطول فترة حيكون في شوية تنميل في الأطراف مرات أثناء العملية تحسي هيكي شوية باللمس فقط تحسي باللمس لكن لا فيش أي ألم طبعا هذه الحاجة كويسة ليش؟ إن الحالة بعد من تطلع من العمليات وتمشي لغرفتها ويرفعوا لها البيبي متاحها تبدأ هي مبسوطة إن جنبها البيبي متاحها ثاني حاجة تقدر يعني تقابل ناسها تفرح وناس يبركولها وتبدأ هي واعية ومبسوطة وما فيش عندها أي أعراض لها علاقة بالألم بعد العملية القيصرية فحتى نسبة الألم فيها حتكون أقل طبعا هذا يعتمد عليه خدمة دكتور التخدير ودكتور النساء أيضا من ضمن الحاجات اللي نحبوها طبعا في التخدير النصفي إنه هو كويس حتى زي ما قلنا للجنين بحيث إن البيبي بعد ما يطلع بإذن الله يعني معظم الحالات الأطفال في التخدير النصفي ما يخشوش للحضانة ليش؟ لإن التخدير نفسه ما يصلش للبيبي هذا طبعا الحاجة الوحيدة اللي زي ما قلنا اللي يديرها إنه هو ممكن يدير شوية صداع شوية تنميل في الأطراف وهذا نحاول إنه نتجنبوه بحيث إن الحالة ننصحوها دي ما بعد التخدير النصفي ما تحولش إنه هي توقف على الأقل مدة ساعتين أو إنه هي تقيم راسها وتاخد منبهات زي القهوة والكفايين أو الشاهي طبعا نبي نتكلم على البنج الكلي أمتى إحنا كدكاترة ننصحو بالبنج الكلي في حالات معينة فعلا ضروري منذير فيها بنج كلي اللي هي تبدأ عندها تشوهات في العمود الفقري أو سكوليوسوس أو غيرها يعني في اللي عنده تشوهات معينة في العمود الفقري ضروري ما تعطي علم الدكتور متاعك إنه أنت في عندك مشكلة في العمود الفقري لأنه هو يحدد نوع للتخدير حسب وضعك أنت الصحي أكضا اللي عنده نقص في الصفائح الدموية حتى هي ضروري ما هنا تعطي علم للدكتور متاحها لو كانت الصفائح أو البليت اللي تحنا نقوله كانت عندها لو أهو ناقصة هلبة في تحليل متاحها الدكتور هنبي يطر أن هو يداخلها في بنج كامل البونج الكامل طبعا شن عيوبة للأسف الحالات طبعا هل بيحبوه فرحانين بيه لا نبي نرقد وما نبيش نحس بأي حاجة دكتورة نبي نود نلقى ولدي جنبي هذا التعليق اللي يقوله فيه معظم الحالات دكتورة ما بيش نسمع حاجة ما نبيش نشوف حاجة نبي نرقد هالساعة والنود نلقى بيبي متاعي جنبي بح تمام انتي حتنودي وحتلق بيبي متاعك جنبك لكن هل انتي عرفتي المضاعفات متاع البونج الكامل اولا تلاحظوا في تكاتر التخدير اول ما يرقدوك على طاولة العمليات يسألك سؤال معتاد يقولك ما عليش عندك مشاكل صحية هل عندك امراض مزمنة قبل ضروري ما تعطي علم للدكتور يسألك ايضا لو انتي كنت مركبة مثلا اي حاجة في الفم متاعك لو مركبة حشوة او مركبة تقويم او دايرة يعني يعني اي شيء من دايرتيه مركبتيه داخل الاسنان او غيرها ضروري ما تعطي علم للدكتور لان في حاجات اثناء تركيبها خلال عملية التخدير الكامل للاسف تصير حين نسموا فاها التراما واتطيح وصير منها اختناق فضروري ما تعطي علم للدكتور ايضا لانه بدخل انبوب عن طريق الانبوب هو بدخل جهاز فبيساعد عليه التخدير الكامل فمرات بعد العملية حاطلخذي انه حتقولي لا والله حاسة انه عندي تقرحات في فمي او كأنه عندي التهابات او كأني مجروحة او غيرها هذه الاسف تصير احيانا مش مع كل الدكاترة اثناء التخدير لما يكون مثلا الحالة فكها الصغير او في عندها مشاكل يعني ايضا من عيوب البنج الكامل انه هو يدير ارتخاء في الجسم بالكامل فالحالة تفقد وعيها عن كل شي يعني من ضمن تخدير هذا الكامل والارتخاء الكامل ارتخاء حتى في عضلة الرحم فمعظم الحالات اللي يخشوا في بنج كامل او نخدموا معهم بنج كامل نخافوا نحاولوا انه مدة العملية تكون قصيرة لانه يدير ارتخاء في عضلة الرحم بالتالي ممكن يدخلها في نزيف فنبدو احنا نحاول انه نخدمه باسرع وقت يعني الوقت في البنج الكامل محدود يعني مش زي البنج النصفي الدكتور يقدر ياخد راحته والمرأة تقدر تشوف بيباها ويبدأ يعني الوضع اوكي كويس ونسبيا افضل تاني حاجة ايضا في البنج الكامل للأسف انه هو مرات كل ما طالت مدة العملية ممكن البنج الكامل هذا يوصل لي البيبي في البيبي ممكن يطلع مرخي او يطلع فلاسد فمرأة نضطروا انه ندخلوا للحضانة طبعا زي ما قلنا في عند دواعي استخدام البنج الكامل عند بعض الدكاترة وضروري الحالة اللي بتخش في بنج كامل حسب طبعا وضحها ضروري ما تكونش واكلة يعني لما الدكتور يقولك تصيمي على الاقل 8 ساعات تصيمي فعلا 8 ساعات ما فيش جاعة ان انت مثلا تحاولي انك انت تتفادي الحقيقة او انك انت تقولي له والله خايف فالدكتور يأجل العملية فتقولي انا مش واكلة دكتور وانتي ملكش ساعة او ساعتين كيف فاطرة لانا اثناء التخدير الكامل يصير ارتجاع للماكلة اللي في المعدة فممكن تخش في الريم متاعك فيصير لك اختناق اثناء العملية والدكتور يبدأ واخد معلومات مغلوطة منك انتي فاني نبدل امانة من طرف الحالة نفسها ومن طرف الطبيب يعني انتي لما الدكتور يسألك هذا المصلحتك انتي كابل مصلحة الدكتور نفسه فانفيش جاعة دويلة والله تقول لاني واكلة بيأجل العملية متاعي خلي نقولها الصايمة هو واني يندري هي الموضوع مش انه واني يندري الموضوع ان انتي ممكن تخش في مضاعفات فيريت المصداقية وعادي لو انتي مركبة حشو او انه عندك امراض مزمنة او غيرها اعطي علم الدكتور ما تقولش لا والله الدكتور تقول هذا يمشي يدوي عليها او مثلا كلا قلت لاندي مشكلة ممكن معناها برا مثلا عندي اهلي او اقارب يسمعوا بي او غيرها لا اعطي علم للدكتور يعني حتى الحالات للأسف اللي مراتي يجونا للأسف يعني مع احترامي لكل الحالات وكل الناس احنا كلنا مثل اخير بشر ومعرضين للامراض يعني حتى الحالات اللي تكون مصابة بامراض معينة سواء كانت امراض مزمنة فيلي يجونا للأسف عندها الصرع ما تعطيش علم للدكتور تاخد في ادوية الصرع ما تعطيش علم فيلي تاخد في ادوية سيولة برضو ما تعطيش علم للدكتور. تاخد في اسبرين أو غيرها. في لي حتى زوجها ما عنده شي علم. فتقولك ليه دكتورا خاف كان عرف أنه يكون رد فعلا يعني شوية يعني رد فعلا صعب أو غريب معايا أو يعني حتى العيلة ينفر مني أو غيرها. لا ما فيش داعي. أو حتى في لي يكون عندها أمراض وبائية مثلا التهاب الوباء الكابدي أو الإيدز أو غيرها. فأنت مش عيب لما تعطي علم على الأقل للدكتور. إن الدكتور حالف على القسم. فمستحيل الدكتور يعطي علم لأي حد بوضعك. هذا شي ما بين الدكاترة فقط. فيريت المصدقية خاصة أثناء العمليات من الأسف هل بيصادفوا فينا حالات تبدأ تاخد في إبار السيولة. تاخد في الأسبيرين أثناء العملية تخش في نزيف. أو إنه يكون عندها مشاكل في العمود الفقري ما تعطيش علم برضو. يكون عندها الدسك أو غيرها. فهذه الحالات بعد العملية ما تصل لهم مضاعفات يقولك لا والله بجرة الدكتور. موضوع مع عمره كان هيكي. موضوع إنه فيه يعني السوء تفاهم أو السوء توضيح للمعلومة للطبيب اللي بيخدمك. فيريت يكون فيه وضوح هنا ما بين الحالة والطبيب المعالج. وريت تكونوا فهمتوا الفرق ما بين البنجو الكلي والبنجو النصفي. وكل واحد شن الفوائد متاعه وشن العيوب متاعه لكل الحالات. ودومتم في رعاية الله.